و هلأ راح نروح للدكتورة روبا مشارباش حتى نحكي عن فيتامين العين أو اللوتين صباح الخير دكتورة أهلا صباح الورد كيفك نسرين؟ تمام الحمد لله صباح الورد صباح الورد انا حبيبتي كيفك انتي؟ الحمد لله كله تمام إذا ما هو اللوتين؟ هلأ راح نحكي عنه بس عشان هما بيسموه فيتامين العين بس هو مش فيتامين بس يسمى بفتامين العين نظرا لفوائده الغذائية المتعلقة بالعين اللوتين وفيه كمان عنا زي زانثين هدول مرتبطي مع بعض هم عبارة عن من سميهم فيتونيوتريانس أو مواد مضادة الأكسادة من مجموعة من سميها الكاريتونويدز و هاي المجموعة هي عبارة عن صباحات طبيعية موجودة بالخضار والفواكه وهي مسؤولة إنها تعطي اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر لكتير من الخضار والفواكه بس الربط بين اللوتين و ليش سموه فيتامين العين لأنه بدخل بتركيب يعني بدخل بالشبكية تاعت العين وإله دور كتير كبير في صحة العين وحتى وجده إنه بكتير دراسات عملت على اللوتين والزي زانثين هدول النوعين زي ما حكينا من الكاريتونويدز أو المواد المضادة الأكسادة عملوا دراسات كتير للحماية من بعض أمراض العين اللي بنصاب فيها الأشخاص على كبر أوكي يعني إحنا بعد عمر الخمسين كتير مرات بيصير في عنا النظر أو القدرة البصرية بتقل عند الكبار نعم اللي بنسميه إيج ريليتد ماكولار ديجينريشن اللي هو بيصير في عنا أشياء بتصيب العين مرتبطة بالعمر بالعمر بيصير فيه ضعف في البصر أوكي فنعمل كتير أبحاث على مادة اللوتين هاي وعلى تناولها ومصادرها الغذائية والعلاقة إنها تقلل من احتمالية الإصابة بمشاكل ضعف البصر عند الكبر تمام كمان حتى نعمل عليها أبحاث كتير للتقليل من احتمالية حدوث المية البيضة نعرف إنها بصير برضو عنا المية البيضة اللي بيصير في عنا زي غباشة بالعين وبيصير في عنا مشكلة في البصر فهي موضوع اللوتين عشان هيك سمية بي فيتامين العين ودائما منركز إنه إحنا لازم ناخده بكميات ممتازة للحفاظ على صحة العين والتقليل من هاي الأمراض خاصة لكبار السن كتير حلو هلا الأغذية اللي بنركز عليها عشان نغذي أو نحصل على هذا الفيتامين هلا الحلو بهذا الفيتامين إنه موجود كتير بالأشياء الخضرة في عنا موجود بالسبانخ وفي الكيل أنا الكيل ما جبتهم بس جبت صورته لأنه موجود بالسوبرماركت الكبيرة نعم وكتير هلا صار في عنا مرات منهم تروحي على بعض أنواع المطاعم بيعملوا سلطة من الكيل أو في عصير من الكيل حتى في عصير معلب من الكيل فهي هيك شكل الورقة جبت هاي عشان تبين هاي ورقة السبانخ وعنا هاي ورقة الكيل بتكون هي زي شكل ورقة الخاص ولكن نعتبرها من مجموعة القرنبيات الزهرة والبروكلي لأنها مجاعة أكتر يعني بتكون مجاعة كتير ومنلاقيها هلا هلا مش شرط إنه بس هي نتناولها بس أنا جبت صورتها لأنها تعتبر من أعلى الخضار اللي أكتر إشي فيها اللوتين اللي هو بس أكيد في عنا بنا كلها طبيخ ولا زي سلطة هلا هو شوي في مرار ممكن تاكلي سلطة بنعمل كوكتيل زي الكوكتيلات الخضرة والعصائر الخضرة بنخلط معه مثلا تفاحة أخضار عسال بحال يطعمه بحال يطعمه مفيد جدا وغني جدا بالمواد المضادة الأكسادة وحتى مفيد جدا لصحة القلب والتيين كمان غير لصحة الليل مهم جدا لصحة القلب والتقليل من مشاكل القلب يعني المشاكل الارتفاع الدهنيات والسكتات القلبية وغيرهم طمان هلا بيجي عندنا بالمرتبة الثانية وين موجود هال الفايتو نيوتريينت المفيد جدا لصحة العين عندنا بالسبانخ سبانخ عن فكرة غني بكتير أشياء وملاحظ حتى الخضار الورقية الخضرة كل ما غمق لونها كل ما زادت القيم الغذائية الموجودة فيها وهلا موسم السبانخ نعمل طبخة سبانخ سبانخ سلطة أنا كتير بحب حتى طعمه السبانخ على فكرة الناس مش كتير هلا صاروا كتير يعملو أو ينوعو شوي بس كتير بحب نستخدمو مع الخس أو بدل الخس بالسلطات نظرا لفوائده الغذائية العالية جدا وكمان لأنه فيه نسبة عالية من الحديد فمع الليمون على السلطة أو إذا حطينا على السلطة شوية فراولة أو جوز أو جوز أو حتى رمان مرة عملت سلطة مفيدة جدا أمام بيجي بالمرتبة التي بعتها أنواع الخس الخس الآيسبيرغ والخس العادي طبعا كلما كانت الوراء غامقة كلما كان أعلى بالقيمة الغذائية فموجود كمان بالخص فمش شرط انه اللي حكيت انا عن الكل انه اعلى اشي باللوتين نعم بس موجود باشياء تانية متوفرة دائما باسعار الخيصة جد تمام تمام موجود كمان بالبروكلي والفاصولية الخضرة وكمان البقدونس فالتبولة البقدونس والكزبرة كمان ولا بس البقدونس والكزبرة بس البقدونس شوي من الاشياء العالية جدا تمام فصلت التبولة هلا لكبار السن انا كبار السن خاصة اذا كان في عنا تاريخ بالعيلة من ضعف بصر كتير مهم انه ندخل هاي الاكلات يوميا عشان يحصلوا على احتياجاتهم عنا كمان من الفاصولية الخضرة وعنا الدرة درة الطازة او الدرة المفرزة ومن الفواكل بردقان وكمان عنا البيض بقولك فيه دراسة عملت بقولك اللي بياطع طعمه بيض خمس مرات في الأسبوع وجد انه كتير بيقلل من مشاكل البصرية عند كبار السن المتعلقة قلت بضعف البصر تمام ولكن لازم ما يكون عندهم ربما كوليسترول وامراض اخرى ممكن تأثر بالضبط هلا بس اذا انتي بتاكلي خمسة في الأسبوع لا اذا الصفار البيضة عالية جدا باللوتين وعالية جدا بالفايتامين دي اذا بتاخدي كل يوم بيضة خمس مرات في الأسبوع ما بيأثر اذا انتي بتقلل الكوليسترول من الأشياء تانية يعني لحوم حمرة اطعمة اعضاء داخلية وهي الأشياء وفي اشي كتير مهم بالنسبة لللوتين بيزيد امتصاصه بوجود الجهون لانه هو يعتبر من المواد اللي بيتدوب الدهون فانتصاصه احسن بوجود الدهون ما بنحكي انه سمنة ونقلة وكذا ولكن مثلا لما نعمل سلطات نحط عليها زيت زاتون جوز زي ما حكيتي كمان بيزيد من فعالية اللوتين وبيزيد من انتصاصه والاستفادة منه اكتر بوجود يعني لما تكون الوجبة فيها مصدر للدهون بزيد من انتصاص بدي اسألك على الجزر يعني احنا دائما نقول الجزر بأو النظر يعني اي اشي مرتبط بالبصر وبالنظر الجزر بيكون داخل فيه بزيد فانا مش شايفة انه انت جايب الجزر اليوم هلا الجزر لا فيه اللوتين اكتر بهذه فيه نسبة بسيطة موجود حتى بالبندورة اللوتين الجزر بيسموه بأو نظر هو مش انه اذا الواحد ضعف نظره اكل جزر كتير بتحسن بس فيه نسبة عالية من فيتامين اي فيتامين اي كمان مهم لصحة العينين فبس هو مختلف عن الموضوع اللوتين هداك اكتر بيتامين اي بيتامين اي اللي هما مهم جدا نظموط بقوين فبقوين نظر هي يعني منقدر نحكي مصطلح شائع ولكن نصحح انه مش كل ما اكلنا جزر كل ما زاد نظرنا ولكن من الاغذية المهمة جدا لصحة العينين والحماية من الامراض هلا دكتورا بس هون يعني واضح انه هذا الموسم انه فيه امراض كتير والناس دائما مليون سلامتك ولما تنطبخ عادة ناكلها احنا مع تحنية وزيت زاتون فهاي فيها قيمة غذائية عالية جدا جدا بالقيمة واحد لابن يستفيد منها خلال هذا الموسم اكيد اكيد تمام شكرا جزيلا لألكتورا اهلا اهلا غادة حبيبتي اهلا وسهلا